تصهر وتتعب تراقب وتتابع تشكل حلقة وصل بين الطبيبات والمريضات تقوم على المرضى قبل وبعد العمليات إنها الممرضة ذلك القلب الرحيم الساعي لتخفيف الآلام وتضميد الجراح فلها التقدير والامتنان وحتى تكتمل رسالتها فهذه أمور يجمل بها مراعاتها في عملها أن تستشعر مراقبة الله لها في قيامها بشؤون المرضى فترحم ضعفهم وتعتني بمواعيد علاجهم وتعلم أن الله تعالى مطلع عليها إن الله كان عليكم رقيبا أن تتمسك بعفافها وتلتزم بحجابها فإنه فريضة والتمريض ليس عذرا في تركه أن تغض بصرها عن العورات قدر المستطاع أن تحذر من الخلوة بطبيب أو زميل أو مريض فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان أن تعتني بواجبها مراعية قواعد العمل وتعليماته بإتقان فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه هذا كله مع إحسان النية والإخلاص في العمل فلها بالنية الصالحة والاحتساب نصيب من قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا اشتركوا في القناة